التاج في المنام ايه معنى التاج في المنام؟ وهل هو دايماً كده زوج والذي معيني تاني؟ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونعرف تفسير رؤية التاج في المنام التاج في المنام من الرموز المحمودة في كل حالاته إلا لو اتكسر ليه؟ التاج أولاً بيؤول بنحية المنصب والمكانة يعني لو حد بينتظر عمل حد بيدرس وشاف أنه أخذ التاج ده معنى أنه إن شاء الله بإذن الرحمن الفترة اللي جاية هيحصل على عمل كويس جداً وحيبقى له مكانة فيه وللي بيدرس ده معنى أنه فيه مكانة هيصل لها أو فيه توفيق ونجاح الفترة اللي جاية بس مش أي نجاح هنا بيكون يعني تفوق ثانياً إن التاج ده بيعود على السفر لدولة غير عربية يعني ما شوف إن فيه تاج وأنا بنتظر أصلاً سفر بدعي بسفر لدولة أجنبية ما شوف إن حصلت على تاج ده معنى أني حقوفق في الأمر ده بالنسبة ليه لعزباء واللي هي مش بتسعى في عمل ولا الكلام ده إن تشوف إن هي أخذ التاج أو وضعت التاج ده محمود في ناحية زواج من حد حيكون له مكانة خاصة في حياتها يعني هيبقى فيه محبة هيبقى فيه ود حد هيبقى ليه قدر خاص في حياة المرأة دي بالنسبة ليه المرأة المتزوجة التاج ده معناه مولوده هنا بيعود على المولود الزكر فلو أنا بنتظر حمل أو بدأي بحمل ده معناه إنه فيه مولود جايلي ومولود زكر الفترة اللي جاية طيب كسر التاج بقى كسر التاج مش محمود خالص لأنه ده معناه إما إنه إجهاض أو ضياع منصب أو مكانة أو رسوب لحد كان متفوق ولكن هيحدث معاه عائق هيكون سبب فيه رسوبه الفترة اللي جاية فكسر التاج هو من الرموز السيئة جدا لكن التاج نفسه محمود جدا